مشاهدين الكرام أهلا بكم العدد جديد ومتجدد من حديث الصحفة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلوا كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنونت النيجر بحاجة إلى الجزائر بعد محادثات موسعة جمعته برئيس الجمهورية الوزير الأول النيجري وجاء في تفاصيل المقال يقول استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء الوزير الأول لجمهورية النيجر علي محمد لمينزين الذي سلمه رسالة من رئيس المجلس العسكري بالنيجر عبد الرحمن تياني قبل أن يجري الرئيس محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال أكد الوزير النيجري على ضرورة تنشيط العلاقات بين البلدين وفق مبادئ حسن الجوار الأخوة والصدقة واعتبر المسؤول النيجري أنه كان من الضروري إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين والتي تأثرت منذ أحداث السادس والعشرين من شهر جوليه الفين وثلاث وعشرين يقول شعرنا بغياب هذا الأخي والجار قبل أن يستدرك بالقول لكن التوضيحات التي قدمها لنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثرت فينا بعمق وسوف ننقلها إلى الرئيس النجري يقول الوزير الأول حسب ما جاء في هذا المقال إلى جريدة الحوار التي عنوانت المترشحون للرئاسيات أمام مهمة الإقناع يباشرون حملتهم الانتخابية بداية من يوم غد الخميس وجاء في تفاصيل المقال يقول من المرتقب أن تنطلق غدا الخميس وبشكل رسمي الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من سبتمبر القادم التي سيخوضها المترشحون الثلاث على غرار المترشح الحر عبد المجيد تبون والمترشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش وكذا مترشح حركة مجتمع السلم بدعم من حركة النهضة عبد العالي حساني شريف وجاء في تفاصيل المقال أيضا يقول سيجوب المترشحون الثلاث وفق البرنامج المسطر والأجندة المحضرة من طرف مديريات الحملة الانتخابية مختلف ولايات الوطن لتنشيط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية ينزل فيها المترشحون الثلاث إلى المدن والقرى والمداشير قصد الاحتكاك بالمواطنين وسعيا لإقناعهم وكسب أصواتهم يوم الاقتراع إلى جريدة المشوار السياسي التي عنونت 17 ألف محبوس سيستفاد من الإفراج المشروط وذلك منذ بداية سنة 2024 طبي الجزائر تولي أهمية بالغة لإعادة إدماج المحبوسين وتطرق المقال في تفاصيله يقول استفاد أكثر من 17 ألف واربعمائة محبوس من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية بفضل برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الهدفة إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود وحسب ما كشف عنه هذا الثلاثة بتباز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وقال الوزير لدى إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين رفقة وزير التكوين وتعليم المهنيين يسين ميرابي وعدد من الإطارات السمية للدولة أنه بغرض تشجيع الإنخراط في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود تقرر تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر يقول حسب ما جاء في المقال إلى جريدة أفريكا نيوز التي عنونت في مقال آخر وزير الصحة 1614 حالة تسمم غذائي خلال شهرين حيث كشف وزير الصحة عبد الحق سيحي هذا الثلاثة بالجزائر العاصمة خلال إشرافه على فعاليات يوم تحسيسي حول التسممات الغذائية بحضور مختصين وممثلين عن القطاعات المعنية عن تسجيل أزيد من 1600 حالة تسمم غذائي منذ الفاتح جوان المنصرم ودعا الوزير إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين من خلال تعزيز الرقابة وتنبيه المواطن بمخاطر هذه الظاهرة من جهتها أشارت رئيسة اللجنة القطاعية المعنية بسلامة الأغذية مونيرة قوريشي إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب التسممات الغذائية منذ بداية السنة الجارية وداية من جهتها هي الأخرى إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس في أوساط المجتمع بخصوص هذه الظاهرة جريدة أخبار الوطن عنونت في الشأن الليبي ليبيا الأفق الغامض الصراع المسلح يعود واشتباكات دامية في العاصمة طرابلوس وجاء في تفاصيل المقال يقول عاد شبح الحرب ليخيم على الأفق الليبي من جديد فبعد سنوات من الهدوء النسبي والأمال المعلقة على استقرار دائم شهدت العاصمة طرابلوس مؤخرا اشتباكات دامية بين فصائل مسلحة متنافسة تلك الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضية في تجراء شرق طرابلوس وأصفرت عن سقوط قتلى وجرحة أعادت إلى الأذهان يقول مشاهد الفوضى التي عانت منها العاصمة في سنة 2019 حينها كان حفتر يقود قواته نحو العاصمة في محاولة للسيطرة عليها للإشارة فإن هذا التصعيد الخطير يتزامن مع تحركات عسكرية مثيرة للقلق من قبل قوات حفتر الذي يبدو أنه يعيد ترتيب أوراقه على الساحة الليبية وفي مناطق حساسة مثل الحدود مع الجزائر مما يطرح تساؤلات ملحة حول نواياه وأبعاد خططه يقول المقال إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا انخفاض عائدات صادرات الطاقة من 59 إلى 50 مليار دينار في سنة 2023 على الرغم من انتعاش النشاط في قطاع المحروقات في سنة 2023 تراجعت صادرات الجزائر من المحروقات السائلة والغازية بسبب انخفاض أسعار الطاقة يقول المقال حيث بلغت عائدات هذه الصادرات 50.5 مليار دينار في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 أين وصلت إلى 59.7 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 16.9 من المئة وانخفض تسعار المحروقات المصدرة بنسبة 19.3 من المئة للنفط الخام وعرج بنك الجزائر في تقريره إلى مجال الصناعات التحويلية التي انخفضت قيمتها المضافة بنسبة 22.8 من المئة اتشكلت حصة هذا القطاع من الناتج الداخلية الخام 7.8 من المئة في سنة 2023 عنوان آخر على موقعي النهر أونلاين نقرأ فيها 4.6 مليون حساب بنكي للجزائريين بالدوفيز و 12 مليون بالدنار حيث أحصت البنوك والمؤسسات المالية أزيد من 10 ملايين حساب مصرفي بالدنار الجزائري مع نهاية العام الماضي في وقت لم تتعدد فيه الحسابات المصرفية بالعملة الصعبة 5 ملايين حساب حيث كشفت آخر التقارير السنوية الصادرة عن بنكي الجزائر لسنة 2023 عن تسجيل ارتفاع في عدد الحسابات المصرفية النشطة المسجلة بالدنار بنسبة قدرت بـ 6.57 من المئة ليبلغ إجمالي هذه الحسابات أكثر من 12 مليون وثمانمائة ألف حساب يمثل فيه الأشخاص المعنويون 5 من المئة من إجمالي هذه الحسابات في حين مثلت حصة الأشخاص الطبيعيين 95 من المئة حسب التقرير الذي تحصلت النهار أونلاين على نسخة منه يقول هذا المقال موقع الخبر أونلاين عنوان غزة الجزائر تنتقد داعمي الاحتلال يقول بدعوة من الجزائر انعقدت أمس الجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع المتأزم في قطاع غزة وفي كلمته خلال الاجتماع قال مندوب الجزائر عمار بن جامع أن المذبحة المروعة في الدرج والمذابح السابقة لم تكن لترتكب دون المساعدة المالية والعسكرية لإسرائيل وأضاف نحذر من استمرار إفشال الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار ووجه مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة كلاما مباشرا لأعضاء مجلس الأمن قائلا ليس هكذا ينبغي لمجلس الأمن أن يتجاوب مع رجاء الفلسطينيين ومساعيهم في تحقيق العدالة وحقهم في الوجود دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة والعدوان الصهيونية المتواصل على قطاع غزة عنوان الموقع القسام تقصف تل أبيب وحزب الله يستهدف الجليل الأعلى في اليوم الثلاث عشر بعد الثلاثمائة لحربه على غزة وصلت قوة الاحتلال قصفها مناطق عدة في القطاع مخلفة شهداء وجرحة وقال مرسل الجزيرة يقول المقالة أن الحصيلة بلغت ستة عشر شهيدا منذ فجر اليوم الأربعاء من جهتها أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت الاحتلال وآليته في محاور بالقطاع إلى جانب قصفها تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز أم تسعون في حين أفد جيش الاحتلال إسرائيلي بإطلاق صاروخين من غزة دون تفعيل سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب موقع البي بي سي عربي تطرق إلى قصة أليمة حدثت في غزة عنونا ذهب ليستلم شهادة ولادتهما فعاد ليجدهما قتلا في غارة صهيونية ما قصة الأب محمد يقول المقال لم يكن يعلم محمد أبو القمصان عند خروجه لاستلام شهادة ميلاد توأمه آسر وآيسل الذين ولد قبل أربعة أيام أنه سيعود ليجدهما جثثا هامدة مع وليدتهما في منزلهم في دير البلح بعدما تعرض المنزل لقصف صهيوني أودى بحياة العائلة الصغيرة أسرة محمد امتثلت لأوامر الإخلاء التي يصدرها أو أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ونزحت عن مدينة غزة في الأسابيع الأولى من الحرب وبحثت لها عن مأوى في منطقة أخرى طفل محمد ليس الوحيدين الذين ولدوا وقتلوا في الحرب يقول المقال حيث تقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 115 رضيعا ولدوا ثم قتلوا أثناء العدوان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي موقع سفوتنيك عربي عنونا في أشأن الليبي الدبيبة عن إنهاء البرلمان الليبي ولاية حكومته بياناته تكرارية ورأي سياسي غير ملزم حيث رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة أمستثلتها على إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقل الصالح بإنهاء ولاية حكومته واعتبار أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة محمد هي الحكومة الشرعية وقال في بيان عبر صفحة الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي أن حكومته تلتزم بمخرجات الانتفاق السياسي التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد ويعتبر الدبيبة أن رئيس مجلس النواب الليبي مصر على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية إلى موقع الانديبندنت عربية وفي شأن البريطاني عنونت عن الشرطة البريطانية عدد الموقفين على خلفية عمال الشغب تخطى الألف حيث اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من ألف شخص على خلفية عمال شغب شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين وفق ما أعلنت السلطات أمس ثلاثا وجاء في منشور لمجلس قادة الشرطة الوطنية على منصة إكسن القوات في جميع أنحاء البلاد اعتقلت إلى الآن أكثر من ألف شخص على خلفية الاضطرابات العنيفة الأخيرة ووجهت اتهامات إلى 575 شخصا على الأقل مع مواصلة محاكم النظر في قضايا أشخاص متهمين بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها عشرات البلدات والمدن في بريطانيا ومقاطعة إرلندا الشمالية على خلفية مقتل ثلاث وفايات في عملية طعن في 29 من شهر جوليا الفارت وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم